هل أي نزول دم بعد إرجاع الأجنة معناته ما صار حمل؟ أنا دكتورة رولا الحامد، استشارية أمراض نسائية والتوليد، بدي أجوركم على هذا السؤال كثير بيسألوني إن دكتورة نزل عليه دم بعد إرجاع الأجنة عادةً أو إذا ما أخدي تنشيط لأي سبب من الأسباب هل معناته ما صار حمل؟ طبعاً جواب لا فيه دم اللي هو دم انغراز الأجنة، كيف أميز بينه؟ بين دورة أول شيء الوقت عادةً دم انغراز الأجنة بيكون قبل موعد الدورة عادةً 6 أيام بعد التبويض ثانياً اللون، دم انغراز الأجنة بيكون عادةً لون وزهر فاتح القتل، الغراز الأجنة ما بيكون فيه كتل دم بينما دم الدورة ممكن يكون فيه كتل دم الفتشة الزمنية للدورة أو للدم عادةً دورة بتكون بين 3 إلى 7 أيام بينما انغراز الأجنة يومين إلى 3 أيام الكونسيستنسي أو تكوين الدم عادة دم انغراز الأجنة بكون دم خفيف جدا أقرب للماء كمان الألم عادة ألم الدورة بكون مغص بسيط لشديد بكون المغص شوي أشد من ألم انغراز الأجنة اللي هو بكون عادة مغص جدا خفيف ولا يذكر